اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة صلاة وسلاما دائمين متلازمين على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلوا الأدة من لساني يفقه قولي أما بعد حطرة الهكماء حطرة القرماء أيها السعادة حطرة الأعزاء أيها المشايح حطرة الأصحاب والحاضرين الأحبة أيها الحادرون في هذه المناسبة السعيدة هيا بنا نشكر الله تعالى على جميع نعمعه العظيمة حتى نستطيع أن نجتمع في هذه الليقد الشريفة صلاة وسلاما على من لولاه لكان الناس كالبهائم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أهل جنات النعيم أيها الإخوة في الله في هذه المناسبة سألقى الحطابة تحت المنظور طلب العلم أيها الحادرون رحمكم الله اعلموا أن العلم مهم لحياتنا في الدنيا بالعلم تحذي رئاسة على الناس أسكر بالله مرض عديدة لو كنت غنيا ولك أموال كثيرا لماذا العلم والمال مهما عشنا في المجتمع والمجتمع عام وخوص فالعامة تفضلك بالمال والغوصة تفضلك بالعلم فاهدر العلم وبالعلم تحذي الدنيا والآخرة كهديث من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم الحديث فمغزي من حديث العلم وشد مهما وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا مياكم والذين أوتوا العلم درجاه أيها الإخوة في الله ويا أيها هكاماء الأماجد فمغزى من قول تعالى العلم كذلك يرفع الدرجات الناس بالعلم فإذا تفكرنا وتدبرنا بقولنا ما دمنا نفسنا في أنفسنا فالعلم أعاليها للذلك أتلب العلم من المهد إلى اللهد فالمغزى وجود المتعلمين والمتعلمات أيها الحذرون رحمه الله كإنسان دو أقل هو دا الأقل جعله الله تفريقا بين الناس والحيوان فمن فده التعريف عنده وقت الشباب إلى الكبر فكأنما الحيوان بل أظل منه نعوذ بالله ثم نعوذ بالله هذه ما أستطيع أن ألكلكم عسى أن ينفعني وينفأكم أنا أتلب منكم عفوا شكرا كثيرا وبالله تغفق والهداية واردو والإناية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا وبركاته اشتركوا في القناة